العملية الإدارية لوظيفة التسويق مفهوم إدارة التسويق تتكون إدارة التسويق من تحليل الفرص السوقية ودراسة وتحليل الأسواق المستهتفة وتطوير استراتيجيات التسويق وتخطيط التكتيكات التسويقية وكذلك تنفيذ ورقابة الجهد التسويقي وتعكس العناصر الأربع الأولى وظيفة التخطيط بينما يتعلق العنصر الخامس التنفيذ بالتنظيم وبالطبع فإن العنصر السادس هو الرقابة وفيما يلي عرض مختصر لما تتضمنه إدارة التسويق من أنشطة تخطيط التسويق ويشمل العناصر التالية واحد تحليل الفرص السوقية يعتبر تحليل الفرص السوقية من المهام الأساسية لإدارة التسويق وبالطبع فإن على إدارة التسويق تحديد الفرص المتاحة في السوق ثم تحليل كل من هذه الفرص لتقرير الفرصة أو الفرص التي يجب استغلالها وعادة يتم تحليل الفرص على أساس معيارين هما احتمال النجاح والجاذبية للمنشأة ويقصد باحتمال النجاح إلى أي حد يمكن أن تنجح المنشأة في استغلال الفرصة موضع الاعتبار ويمكن أن يقاس النجاح بعدد المؤشرات منها المبيعات والأرباح والحصة السوقية والاستمرارية في التمييز وغير ذلك من المؤشرات أما الجاذبية للشركة فتقيس العوامل التي تجعل الفرصة جذابة للجهد التسويقي ولإمكانيات المنشأة من عدمها ومن هذه العوامل العلاقة بين ما يلزم لاستغلال الفرصة وبين نشاط أو أنشطة الشركة الحالية وما يتطلبها استغلال الفرصة من موارد مالية ومادية وبشرية ومدى توافرها من عدمه وتكلفة الفرصة البديلة وغير ذلك من العوامل المماثلة وعادة ما ينتج عن دراسة هذه العوامل تحديد ما إذا كانت جاذبية الفرصة للمنشأة منخفضة أو عالية ولا شك أن الجاذبية العالية تدفع المنشأة لاستغلالها ويمكن الربط بين معياري احتمال النجاح والجاذبية للمنشأة بالنسبة لكل من الفرص السوقية موضع التحليل ويمكن توزيع هذه الفرص طبقا للمعيارين معا في المصفوفة المبينة في الشكل التالي في هذا الشكل توضح الخلية الفرصة السوقية التي يكون احتمال النجاح عاليا وجاذبية المنشأة عالية كذلك بينما تتضمن الخلية دال الفرصة التي تتسم باحتمال منخفض للنجاح وجاذبية منخفضة للشركة ويمكن استنتاج مدلول الخليتين الأخرين باء وجيم من خلال العلاقة المبينة بالمصفوفة بين احتمال النجاح والجاذبية للمنشأة وبالطبع فإن الفرص التي تقع في الخلية ألف تحتل الأولوية فيما يتعلق باستغلالها ثانيا دراسة واختيار الأسواق المستهدفة يقصد بالسوق المستهدف ذلك السوق الذي تسعى إليه المنشأة وتوجه إليه الجهود التسويقية ويتطلب تحديد واختيار السوق المستهدف جمع وتسجيل وتحليل البيانات التي لا تتعلق فقط بمتغيرات البيئة الخارجية بشكل عام بل أيضا تتعلق بتلك البيانات التفصيلية والمحددة عن الكيفية التي تعمل بها الأسواق من حيث العملاء المرتقبين وخصائصهم وطبيعة وأساس المنافسة وخصائص المنتجات المعروضة وردود فعل العملاء لها والأسعار السائدة وغير ذلك من العناصر التي تفيد في تحديد واختيار الأسواق المستهدفة ثالثا وضع الاستراتيجيات التسويقية يقصد بالاستراتيجية التسويقية المنطق التسويقي الذي تتوقع وحدة العمل أن تتفق مع أهدافها التسويقية وتتكون الاستراتيجية التسويقية من اتخاذ قرارات تتعلق بنفقات التسويق والمزيج التسويقي وتخصيص الموارد التسويقية في علاقاتها بالظروف البيئية والتنافسية المتوقعة وتأخذ الاستراتيجيات التسويقية شكل الوسائل العامة أو تمثل الخطوط العريضة لتحقيق الهدف التسويقي أو الاهداف التسويقية فعلى سبيل المثال قد يكون الهدف هو زيادة مبيعات المنشعة في العام القادم بنسبة 10% بالمقارنة بالعام السابق وفي هذه الحالة قد تكون استراتيجية التسويق هي تخفيض سعر البيع أو زيادة المنفق على الترويج أو إحداث تعديلات في المنتج أو تغيير منافذ التوزيع وكذلك فإنه يمكن أن يتم استخدام أكثر من استراتيجية في آن واحد رابعا تخطيط التكتيكات التسويقية يقصد بالتكتيك القرار التفصيلي اللازم اتخاذ الوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وبالتالي فإن التكتيك التسويقي هو ذلك القرار التفصيلي الذي يجب اتخاذه لكي يمكن تنفيذ الاستراتيجية التسويقية موضع الاعتبار فعلى سبيل المثال إذا كانت الاستراتيجية التي تم اختيارها هي تخفيض السعر فإنه يجب تحديد التخفيض الذي يتم كنسبة مؤوية مثلا من سعر البيع الأصلي وتوقيت إجراء التخفيض وأي تفاصيل أخرى خاصة بهذا التخفيض وبالتالي يطلق على هذه العناصر تكتيك تخفيض السعر